اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أهمية تسخير الجهود الوطنية وتضافر الإمكانيات والطاقات وتعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بما يسهم في تحقيق الغايات المرجوة والتطبيق الفعال المضامين التي حواها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشرعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وأشهدت معاليها بما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص لمواصلة التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشرعية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والعمل جنبا إلى جنب من أجل الوطن والمواطنين وأشادت رئيسة مجلس النواب الجهود المتميزة والإنجازات المتواصلة والعمل المتميز الذي يليه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد ما جعل من مملكة البحرين تتبوأ مكانة متقدمة ضمن الدول الرائدة في اتخاذ إجراءات فاعلة وإيجابية لمكافحة الجائحة وتخفيف تداعياتها على القطاعات المختلفة وأشارت معاليها للحرص المستمر الذي يبديه مجلس النواب في تقديم الدعم للقرارات والإجراءات الهادفة لتجاوز الأثار المترتبة على جائحة كورونا والاهتمام ببحث ودراسة المبادرات الوطنية مع الحكومة الموقرة على كافة الأصعدة بما يحقق الدعم للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين ويحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز من الطموحات والمساعي نحو مستقبل أكثر نماء وازدهارا